في قاعة الاستعجالة الممتلئة هذه صدفنا عديد حالات لأطفال يحملون نفس الأعراض وأبرزها الإسهال والغيثان هو فيروس يعتاد عليه الأطباء كل صائفة يحمل نفس الأعراض وينتشر بين الأطفال ولا علاقة للأكل أو حتى البحر بهذا الفيروس هذه الديارة التي يسمعها في العامة يقولها غاسترونتيريت لأنها التهاب الأماعي التي نريدها في العربية هي ليست كما يقولون الناس كينا فيروسا ويدور هي صح ممكن تكون عدوة ليست عدوة كما الكورونا عام أو العام هذه كل صيف نستعدوا نحن كأطيبة أطفال نستعدوا للغاسترونتيريت ما يجب أن نردوه بالسف نردوه الإسهال والغياء بالميكروب أو كلا هذي أو كشما كلا هذي صح هذا يفرغ منه أنه الغاسترونتيريت التي توجد من الانتوكسيكات الأليمتالي موجودة لكن هذا فرصة لنقول للناس الغاسترونتيريت دفوع عندها علاقة بفيروس والفيروس هذا كما كان فيروس على غريب كما كان فيروس على غاسترونتيريت الابتعاد عن المضادات الحيوية والاعتماد على الأملح وما يوصبه المختصون لتفاق الجفاف الذي قد يكون أقصى ما يصاب به الطفل نحن نخافوش من دياري ولا حتى من القياة نخافوش نحن نخافو من عواقب تعل دياري وش هي عواقب تعل دياري لما يكون عواقب تعل دياري بثاف العواقب أنه خاصة خاصة عند الرضع الغيسك سكلو كان يكمل دياري ويزيدي كم القياة ينتج عنه الجفاف للديزيدراتاتيون هذا أمر خطير أنه نداويه والغاسترونتيريت خاصة فيرال بلزانتيبيوتيك وبعد يقول لك لا لا أعطى لي دواتي على القياة لا لا أعطى لي دواتي على دياري ما كاش دواتي على القياة ما كاش دواتي على دياري بصيفة عامة لأنه نقولها لك نعودها لك الحل الوحيد على دياري هي أبلاح الإرواء الأملاح هي أعراض تتكرر كل سنة تصيب الأطفال وتؤدي إلى التهاب الأمعاء غير أن المختصين يؤكدون ضرورة عدم التهويل وينفون كل الشائعات التي تحوم حول هذه العدوى المنتشرة بين الأطفال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر